اعداد جرد للتراث سعاد تلميذة نجيبة ومشتهدة انضمت إلى فوج كلفتهم المعلمة باعداد جرد للأشياء القديمة من التراث وكتابة بطاقة فنية لكل مادة قالت سعاد لزملائها وزميلاتها نتبع في نشاطنا الخطة التالية تقوم أنت يا عمر برسم جدول للتصنيف وتقومين أنت أيدها الصغيرة حنان بتسجيل عنوين البطاقة الفنية أنا أنتم أيها الأطفال وأيتها البنات فليأتي كل واحد منكم بصورة أو رسم لمادة من التراث في منطقتنا